احيط الفنانة انغام حفل غنائي في مهرجان موازين الدولي في دورته التسعة عشر بعد ما توقف لمدة اربع سنين سبب كورونا لكن جت رياح بما لا تشتهي السفن وتعرضت انغام لاكتر من موقف محرك كان اخرها سوء التفاهم اللي حصل مع المطربة احلام اللي ممكن يسبب خلاف كبير بينهم في الايام اللي جاية فاتفجأت انغام بعد صعودها على مصرح النهضة مع الموسيقى رهاني فرحات بوجود اعداد قليلة جدا من الجمهور لا يتعدل 500 شخص بالرغم ان ساعة مصرح النهضة حوالي 50 الف شخص ودي حاجة اول مرة تحصل مع انغام لانها دايما متعودة على وجود عدد كبير من الجمهور في حفلتها جوه وبر مصر ورغم صدمة قلة الجمهور تقبلت انغام هدية من احد الحضور بعد ما طلع على المصرح واهداها العالم المغربي اللي لفيته حواليها وغنت بيه وسط تفاعل الجمهور وبيتقال ان سبب ضعف الحضور بيرجع لوجود خمس حفلات غنائية في نفس اليوم ضمن فعاليات مهرجان موازين ولكن على مسارح مختلفة زي قرر سماحة على مصرح محمد الخامس ولطيفة رقفة على مصرح شاطئ سلة وغيرهم علشان كده الجمهور تقسم على الحفلات دي كلها وبيتقال برضو ان سبب ضعف الحضور ان الدورة دي من المهرجان في المغرب تعرضت لدعوات مقطعة بعنوان لترقص على جراح اخوانك وده نعكس على اقبال الجمهور على حضور حفلات المهرجان خصوصا في ليلة الافتتاح بس وفقا لموقع العربي فالاقبال كان ضعيف في مسرح السويسي المخصص للموسيقى العالمية وفي مسرح شاطئ سلة المخصص لفناني المغرب لكن الحضور كان كويس في مسرح محمد الخامس اللي اقيم عليه حفل اللبنانية كارل سماحة وقال احد المنظمين ما ينفعش نحكم على نجاح المقطعة من عدمها في الايام الاولى للمهرجان لان الوضع ممكن يتغير الايام الجاية ورفض يتكلم عن حجم بيع التذاكر او اذا كان ضعف الاقبال فاجئ المنظمين كمان من المواقف المحرجة اللي تعرضت لها انغام انه خلال المؤتمر الصحفي ليها على هامش الحفل اخطأت مرسلة المؤتمر وقالت لها احلام بدل انغام فردت انغام بدحكة خفيفة لحد ما صححت المرسلة خطأها بس واضح ان احلام زالت من المواقف وفي اول رد ليها على الوقع كتبت في تدوينة ليها على حسابها في موقع اكس مع احترامي ليكي اعتذر منك اسأتي في الرد اسمي مش اساءة لأي حد ابدا انا احلام وهي انغام وسبق في احد المؤتمرات غلطة اعلامية باسمي مع فنانة تانية ورديت اتشرف ونقطة وتبعت اسمي مش اساءة اسمي تشريف واكيد مهرجهم بقيمته قدر موازين من دعا اسم كبير زي انغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الاساءة لها وحرفنا قريبة من بعض واكرر اسمي ليس اساءة لأي فنان من مكان يكون احلام صوت الخليج اسمه مشارف والحد دلوقتي انغام ما ردتش على تدوينة احلام وهنشوف اذا الموضوع ده هيسبب مشكلة بينهم الايام اللي جاية ولا لأ وبيشارك في مهرجان موازين السنة دي عدد كبير من نجوم الموسيقى العالميين والعرب من بينهم انغام وهيفاء وهبي وبالقيس بجانب نجوم المغرب زي ساميرة سعيد وجنات وكمان صاحبة الجنسية الاسترالية كايلي منج والامريكية كاميلا كابيو والاسكتلندي كافن هارس كمان اعلنت ادارة المهرجان عن مفاجأة كبيرة وهي مشاركة الفنان محمد رمضان لأول مرة في المهرجان وهي الصديف مصرح محمد الخامس حفلة بتقنية الهولوجرام لكوكب الشرق ام كلسوم ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع جديد مع بعض